عدنان أنت تعتبر الأقوى تأثيرا بعالم العطور بالوطن العربي طبعا بالأرقام هذا الشي شو سر هالنجاح سر النجاح بيعتمد على كذا حاجة أول شغلتين هني توفيق من الله دائما وأبدا ورضى الوالدة إذا الله ما راضي عنك مستحيل تنجح بحياتك بشي وإذا أهلك مش راضين عنك إمك وأبوك إنسى النجاح وإنسى التوفيق لكن الشغل التالتي اللي دعمتني ونجحتني أكثر هو رأيه المتجرد الصريح الواضح اللي ما بيستند لا على أراء حدا ولا على صفحات حدا ولا بيقلد حدا وأنا ما باعتمد برأيه أبدا على أي تقييم قبلي لا بفوت على مواقع بأخذ تقييمات وعلى أساسها باستند ولا باهتم باسم الشركة ولا اسم العطر ولا سعر العطر ولا مين صمم العطر ولا تنقل حكينا رؤية الشركة الأم عند العطر رأيك الشخصي الشركات بتعمل أفلام هندي سيناريوهات حكي فاضي بتروج لنفسها هي حرة بنفسها أما إذا أنت بدك تكون تابع فأنت ملكاش إيمي مش راح تنجح إذا أنت تابع فلازم يكون عندك هابي وشخصي وانفراد بالرأي لا تكون مقلد وللأسف هذا اللي عم بصير آخر سنتين زمان صحيح شفنا شي خمسمائة بني آدم عربي حاليا وأوروبي كله بيقلد كله كله طالع كله حجمع عطرين عمل محتوى أنا ما بقول إنك لا بالعكس إنجح والله يوفقك وأنا بدعم وبيعرفوني قدش دعمت ناس ومنهم حاليا في ناس دعمتهم وقفت جنبهم وصاروا يكرهوني بعد ما وصلوا لأرهاب معين للأسف أناس مريضة أنت لازم يكون عندك رأيك الخاص ما تستند على أراء الناس ولا تقلد الناس وحاول لا تتأثر بغيرك بس وحاول